بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة التعليم الفني الصناعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلقتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثاني تريكو قالي طبعا خدنا قبل كده في حلقة إسرائيلة خدنا كل المواد بتاعتنا اللي احنا هندرسها السنة دي وهنبدأ النهاردة ان شاء الله بأول مادة مع بعض هي مادة المعدات كل حلقة ان شاء الله تتضمن مادة وبإذن الله تتواصلوا معنا على قناة اليوتيوب لو فيه أي أسئلة فيه أي استفسارات طبعا مادة المعدات دي من المادة الأساسية عندنا في التخصص ويعتبرها هي عصب التخصص بتاعنا مش التخصص بتاعنا بس لا أي تخصص في التعليم الفني الصناعي عصب التخصص عنده هي مادة المعدات لأنه هي اللي بيدرس فيها الماكينات والآلات اللي بيستخدمها أثناء عملية التشغيل سواء في المصانع أو في الورش يبقى معنا كده أن مادة المعدات دي من المواد الأساسية عندنا في التخصص درسناها في سنة أولى وكان الترمي الأولاني عندنا خاص بقسم الملابس والترمي التاني خاص بقسم التريكو السنة دي ان شاء الله هنكمل مع بعض بقية ماكينات اللي احنا هندرسها النهاردة وهنكملها مع بعض في حلقات قادمة بإذن الله مادة المعدات بتاعتنا عايزين نبدأ الأول ونعرف ان هي من 50 درجة يعني مادة مليانة مادة محتاجة فيه وتركيز نبدأ كده مع بعض ونشوف أول حاجة عندنا في المنهج هتكون إيه أول حاجة عندنا هندرس مع بعض ماكينة التريكو المستطيلة النصف جاكار الأوتوماتيكية ماكينة التريكو المستطيلة النصف جاكار الأوتوماتيكية ده شكل تخطيتي لماكينة التريكو المستطيلة النصف جاكار الأوتوماتيكية اللي موجودة عندنا كلنا في الورش لو إحنا بصينا عليها نظرة سريعة كده هلا قدام عندي الكوناتة هي اللي هتشتغل معنا موجودة على حامل الكونات وفي مجموعة من الأدلة أعلى المكينة اللي هي دليلة الأدلة لتحديد مصاري الخيط وكمان تنظيم الشد قدامي قضيبي الإبر اللي هم بيحملوا الإبر بتاعتي اللي احنا هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل وعندي كمان العربة اللي هيكون فيها مجموعة من الأجزاء اللي احنا هنتكلم عنها تحت طبعا جهاز السحب والطي اللي بيبقى يطول قماش وفي الجانب عندي هنا أيوا زي ما احنا شايفين جهاز الكارتون الجانبي اللي هيكون مسؤول عن الحركات الأساسية للمكينة يبقى تاني ده شكل مكينة التريكو المستطيلة النصف جاكار الأوتوماتيكية واللي دايما بنسمها هنبدأ نعرفها ونحدد كل جزء فيها قلت قدامنا هول كون موضوع على حامل الكونات موجود من أعلى عندي وحدات الشدد متصلة بمنظمات الشدد عندي كمان قدامي العربة اللي بتحمل مجموعة من الأجزاء هناخدها بالتفصيل مع بعض عندي قضيبي القبر قدامي قديب القبر الأمامي وقديب القبر الخلفي وعندي العربة اللي بتحمل مجموعة من الأجزاء وتحتها هيكون عندي جهاز سحب وطي القماش وفي الجانب هو جهاز الكارتون الجانبي نكمل مع بعض واشوف أول حاجة هي تعرفها عايزين من اسم المكنة قد أعرف هقول أول حاجة إيه هي إحدى ماكينات تريكو اللحمة طب وقف هنا دقيقة يعني إيه تريكو اللحمة؟ هل أنا عندي كذا نوع من أنواع التريكو؟ أه طبعا إحنا درسنا في سنة أولى أكتر من نوع خدنا عندي تريكو لحمة وتريكو سيدا طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ أنا عندي تريكو اللحمة ده بيبقى عبارة عن خط واحد هو اللي بيغزي كل الإبر يعني العربة بتتحرك وفيها المغزي وخط واحد هو اللي بيغزي كل الإبر أما تريكو السيدا فبيخصص لكل إبرة مغزي طبعا دي ليه هيكون لها ماكينات وده هيكون لها ماكينات؟ إحنا في مناهجنا في سنة تانية أو تالتة بندرس ماكينات تريكو اللحمة يبقى ما نيجي نعرفها هنقول ليه إحدى ماكينات تريكو اللحمة الأوتوماتيكية لأن إحنا قلنا اسمها إيه ماكينة التريكو المستطيلة الأوتوماتيكية معنى كلمة أوتوماتيكية يعني نتعة تعمل إيه؟ أوتوماتيك والتي تنتج أقمشة تريكو متنوعة متنوعة في إيه؟ من ناحية التأثيرات اللونية والتأثيرات النسجية طبعا تأثيرات لونية نتيجة استخدام مجموعة من المغزيات أو أكتر من المغزي وتأثيرات نسجية لأنه أنا عندي نوعين من الإبر بيبدأوا يعملولي مجموعة من التأثيرات نكمل مع بعض وهاجي النقطة مهمة جدا هي جوج الماكينا جوج الماكينا هو عبارة عن عدد الإبر الموجودة في الوحدة القياسية ودايما في تريكو اللحمة الوحدة القياسية بتاعتنا هي البوصة يبقى هقول هي عبارة عن عدد الإبر الموجودة في الوحدة القياسية بس لها عدد بيتروح من كم لكام من 8 إلى 16 إبرة في الوحدة القياسية يعني إيه من 8 إلى 16؟ يعني المكنة ممكن يكون فيها 8 إبر ممكن يبقى فيها 10 ممكن يبقى 12 ممكن يرقى 14 لغاية 16 طب إيه الفرق ما بين مكنة فيها 8 إبر ومكنة فيها 16؟ يعني لو جيت قلت المكنة دي مكنة مستطيلة جوج 8 إنجليزي والمكنة دي جوج 8 إنجليزي إيه الفرق ما بين الاتنين؟ طبيعي كل ما بيزيد عدد الإبر بيقل سمكها يعني إيه بيقل سمكها؟ يعني الإبرة بتبقى أرفع ومدام الإبرة أرفع يبقى طبيعي لازم أستخدم خيط أرفع يبقى أنا دلوقتي لما أقول الجوج بيتروح من 8 إلى 16 يبقى معناها هي عدد الإبر الموجودة في الوحدة القياسية اللي اتفقنا عليها إن هي هتكون إيه؟ البوصة نكمل مع بعض وهنبدأ بالأجزاء الرئيسية وهنا لازم نقف دقيقة لإن إحنا لازم في المعدات هنبدأ ندرس إيه؟ هدرس كل جزء بالتفصيل ولازم أعرف كل جزء من المكنة بيعمل إيه؟ وظفته إيه؟ بيصنع من إيه؟ وشكله إيه؟ ولازم أبقى أعرف عدد الأجزاء يعني المكنة اللي لها 10 يبقى أنا لازم أبقى أعرفها لعشرة لو المكنة فيها 12 يبقى أنا لازم أبقى أعرفها لـ 12 كل جزء لازم أبقى أعرفها فيه هو بيصنع من إيه؟ ويوظفته إيه؟ وشكله إيه؟ أول جزء عندي هو قضيب الإبر الأمام قضيب الإبر الأمام طيب أنا لازم أقول المكنة مستطيلة يبقى هو قضيب إيه؟ تمام هو قضيب مستطيل يبقى نعنى كده لو أنا قلت مكنة مستديرة على طول نستنتج إن قضيب الإبر هيكون مستدير لكن لما أقول مكنة مستطيلة أعرف على طول إن قضيب الإبر إيه؟ قضيب مستطيل بيمتد بعرض الماكينة يبقى هو عبارة عن شكله قضيب مستطيل يمتد بعرض الماكينة بيحتوي على فتحات يعني القضيب ده مفتح الفتحات اللي فيه ايه فتحات رأسية تسمى بيوت الابر ممكن تسمى بيوت الابر ممكن تسمى مجاري الابر اي ان كان الاسم الاثنين صح يبقى هو عبارة عن قضيب مستطيل يمتد بعرض الماكينة يبقى لو جيه قلنا شكله نقول انه شكله ايه مستطيل يمتد بعرض المكينة وطبعا بيصنع من الحديد الصلب وبه فتحات رأسية تسمى بيوت الإبر ممكن أسميها بيوت الإبر أو أسميها مجاري للإبر كمان فيه مصطرة في المنتصف أو تجويد بيركب فيه مصطرة اسمها مصطرة لتثبيت الإبر يعني أنا دلوقتي عندي إبرة اتقصرت وعايزة أخرجها من الشغل لابدأ أسحب مصطرة تثبيت الإبر واشيل الإبرة وغيرها وارجع المصطرة تاني يبقى المصطرة دي بتحفظ لي الإبر في مكانها أثناء عملية التشغيل يبقى أول حاجة خدنا قضيب الإبر الأمامي اللي قلنا عليه أنه هو قضيب مستطيل يمتد بعرض المكينة وبيحتوي على فتحات رأسية تسمى بيوت الإبر واللي قلنا أنه هو كمان بيصنع من الحديد الصلب وقلنا كمان به مجرى أفقية يركب بها مصطرة تعمل على ثبات الإبر طبعا عشان ما إحنا شغالين الإبر ما تخرجش من مكانها طب الغرض منه إيه؟ هو حمل الإبر يبقى تاني قضيب الإبر الأمامي ده أول جزء عندي هو قضيب مستطيل يمتد بعرض المكينة يبقى أنا كده قلت شكله شكله مستطيل قلت أنه هو يصنع من الحديد الصلب به فتحات أو مجاري تسمى بيوت الإبر وعندي به مجرى أفقية بها مصطرة لتثبيت الإبر طب لو قلنا بقى وظفته ما وظفته هي هي الغرض منه يبقى الغرض منه أو وظفته هي حمل الإبر نكمل مع بعض وناخد الجزء التاني الجزء التاني هو قضيب الإبر الأمامي الخلفي قضيب الإبر الخلفي بيجبه تماما قضيب الإبر الأمامي يجبه تماما قضيب الإبر الأمامي من حيث إيه؟ من حيث الشكل والتكوين طب ولو جال في الامتحان وقال لي اشرحي قضيب الإبر الخلفي ما أقولش هو يشبه قضيب الإبر الأمامي وازكت لا ده أنا لازم أشرحه بالتفصيل هو قضيب مستطيل يمتد بعرض الماكينة ومقسم إلى فتحات لوضع الإبر وبه مصطرة المصطرة دي في المنتصف تسمى مصطرة لتثبيت الإبر لحفظ التوازن وعندي بعد كده قضيب الإبر الخلفي زيه بالظبط لكن فيه اختلاف بسيط جدا إيه هو الاختلاف بقى؟ إنه يتصل بجهاز العريجة يبقى الفرق البسيط ما بين قضيب الإبر الأمامي وقضيب الإبر الخلفي إن قضيب الإبر الخلفي بيتصل بجهاز اسمه جهاز العريجة نكمل مع بعض تالت حاجة عندي أو تالت جزء عندي هو الإبر المستخدمة الإبر المستخدمة الإبرة المستخدمة هنا هي إيه؟ الإبرة زات اللسان الإبرة زات اللسان ممكن يتقلع عليها زات اللسان ممكن يتقلع عليها الإبرة الخطفية لاتنين بمعنى واحد طب ليه سموها زات اللسان لأنها بتحتوي على اللسان طب وليه سموها خطفية إنها تحتوي على خطف طبعا خدنا في سنة أولى أنواع الإبر خدنا الإبرة زات اللسان وخدنا الإبرة المزدوجة خدنا الإبرة المركبة وخدنا الإبرة السنارية دي كانت أنواع الإبرة اللي إحنا درسناها السنة اللي فاتت طب السنة دي أنهي نوع من الإبرة إحنا هنستخدمه هنستخدم الإبرة زات اللسان ودي هنلاقيها في معظم مكينتنا وبتستخدم لها إيه؟ نوعين من الإبرة إيه النوعين بقى هم؟ كعب طويل وكعب قصير طبعا كون أنا استخدمت نوعين من الكعب يبقى أكيد هيكون لها تأثيرات اللي أنا لسه أقيل عليها دلوقتي هنعمل بيها تأثيرات نسجية هنعمل تأثيرات نسجية باختلاف كعوب الإبر يبقى نتيجة أن أنا عندي كعب طويل وكعب قصير بقى فيه إمكانية أن أنا أعمل إيه؟ تأثيرات نسجية تمام يبقى أنا خدت أول جزء عندي وقلنا تاني قضيب الإبر الأمامي هو قضيب مستطيل يمتد بعرض المكينة ومقسم إلى فتحات أو مجاري لوضع الإبر وقلنا أنه فيه مصطرف المنتصف لتثبيت الإبر وقلنا أنه وظيفته يحمل الإبر وبيصنع من الحديد الصلب وقلنا أنه قضيب الإبر الخلفي زيه بالظبط يشبهه تماما إلا في حاجة واحدة بس مختلفة عنه في إيه؟ أيوة في احتواءه أو متوصل بجهاز اسمه جهاز العريجة قلنا الإبرة الإبرة اللي عندي هنا اسمها الإبرة ذات اللسان وعندي منها نوعين كعب طويل وكعب قصير الإبرة عندي دي بتتكون من إيه؟ خطاف وليسان وصاق وكعب خطاف وليسان وصاق وكعب وهو ده الكعب اللي احنا بنعمل منه نوعين كعب طويل وكعب قصير نكمل مع بعض وناخد الجزء الرابع الجزء الرابع عندي هنا اسمه جهاز سحب وتنظيم شد الخيط جهاز سحب وتنظيم شد الخيط اسمه جهاز سحب وتنظيم شد الخيط من اسم الجهاز أنا سهل أقول أنه نطلع الوظيفة يبقى بيستخدم في إيه؟ أيوة يستخدم في إعطاء الخيط الشد المناسب أثناء عملية السحب حيث يتلاءم مع نوعية وتخانة الخيط يعني إيه كلام ده؟ يعني ما ينفعش تبقى فاطلة رفيعة وابدأ أقلل الضغط عليها أو أشد عليها يبقى لازم تتناسب مع تخانة الخيط يعني كل خيط وهيكون له التخانة بتاعته هيكون لها قوة شد يبقى طبيعي لازم أثبت الشد على تخانة الخيط كمان حسب نوعه يعني الفتلة الحرير غير الفتلة الصوف غير الفتلة الكتان كل فتلة منهم بتختلف في الشد بتاعته يبقى هنكمل مع بعض وناخد جهاز سحب وتنظيم شد الخيط اللي قلنا بيستخدم في إعطاء الخيط الشد المناسب طب هو ده كده الجهاز بس لا ده بيقول لي كمان فيه مجموعة من الأجزاء نبص مع بعض بيتكون من إيه أو إيه هي أجزاءه أول حاجة عندي هي قاعدة حمل الكون اللي احنا شفناها في الصورة أو الرسم الكروكي للمكنة كانت عبارة عن قاعدة خشبية خلف الماكينة بيطلق عليها اسم الشمعدان قاعدة خشبية خلف الماكينة ويبيطلق عليها اسم الشمعدان اسمها قاعدة حمل الكون يبقى وظفتها هي إيه؟ أيوة تمام هي حمل الكون طيب ناخد إيه كمان تاني في أجزاء الجهاز؟ طيب هي عبارة عن قاعدة خشبية زي ما أنا قلت بتوضع خلف الماكينة وقلنا كمان إن هي وظفتها حمل الكونات لا دي كمان لازم تكون مغطاة بطبقة ناعمة من الفروميكا طب ليه طبقة ناعمة من الفروميكا؟ ليه لو جيسو قالي علل كده وقال لي تغطى الشمعدان أو قاعدة حمل الكون بطبقة ناعمة من الفروميكا طبعا لازم تكون نعمة لإن ده فيها خيط اللي يتحط عليها فلو كانت فيها خشونة طبيعي إنها هتأدي إلى تقطع في الخيط كمان لازم يكون فيها عوارد العوارد دي متصلة بعمدان عشان يتركب عليها منظمات الشدد من أعلى الماكينة زي ما احنا شفنا يبقى تاني قاعدة حمل الكون هي عبارة عن قاعدة خشبية بتغطى بإيه؟ بطبقة من الفروميكا النعمة وبتوجد خلف الماكينة أهم حدا نعرف الجزء ده لو كان لي اسم تاني احنا قلنا قاعدة حمل الكون لها اسم تاني هو إيه؟ الشمعدان هو الشمعدان وقلنا أني وظفتها هي حمل الكون بها عوارد العوارد دي بستخدمها ليوضع منظمات الشدد طب نكمل مع بعض بقية الأجزاء عندي بعد كده عارضة بتثبيت منظمات الشدد طبعا دي هتبقى موجودة من أعلى القاعدة هي عبارة عن إيه؟ مسبتة على عمودين من الحديد العمودين الحديد دهو المسبتين مين؟ أيوة في القاعدة الخشبية اللي احنا قلنا عليها لنهي اسمها قاعدة حمل الكون وبها سكوم لسهولة سبات المنظمات يبقى لازم تكون متركبة كويس عشان تبقى المنظمات بتاعتي سبتة نكمل مع بعض بقية الأجزاء عندي منظم شد الخيط منظم شد الخيط منظم شد الخيط ده طبعا هو المسؤول الأساسي عن تنظيم شد الخيط بيتكون من إيه المنظم ده؟ أول حاجة عندي بقرة دائرية البقرة الدائرية دي فايدتها إيه؟ فايدتها التحكم في شد السياد لأعلى ولأسفل يبقى أول جزء عندي في منظم شد الخيط هو البقرة الدائرية عندي إيه كمان؟ عندي الصياد إيه الصياد ده؟ الصياد ده هو عبارة عن سلك مرن الصياد عبارة عن سلك مرن السلك المارين ده حر مسبت من ناحية والناحية التانية حر الحركة بيبقى عامل زي بوء السمكة طول ما المكنة شغالة هو نازل وطلع طول ما المكنة ما هي شغالة راحة جاية العربة هو نازل وطلع اول ما بيقف المكنة تبدأ الصياد يطلع لأعلى عشان يمتصر خيط الزيت يبقى هو عبارة عن سلك مارين حر مسبت خلف الماكينة من الطرف والطرف الآخر حر الحركة تمام طيب الصياد دوت ليه وظيفة؟ اه طبعا ليه وظيفة والغرض منه امتصاص اي رخاوة في الخيط طيب ولو جاء قال لي علل هنا سؤال ممكن يجي لي علل وظيفة الصياد امتصاص الخيط الزيت او امتصاص اي رخاوة في الخيط انا هرده وقوله ايه؟ هقوله لعمل براسل نظيفة خالية من اي عيوب لعمل براسل نظيفة خالية من اي عيوب عندي بعد كده بقية الجهاز عندي لمبة إرشادية إيه اللمبة الإرشادية دي؟ المكناة دي مكناة أوتوماتيك طيب دلوقتي الخط تقطع إيه اللي هيحصل؟ المكناة هتبدل شغالة على الفاضي والقماش هيقع يبقى كان لازم أحط لمبة إيه اللمبة دي؟ المتصلة بجهاز سحب وتنظيم شد الخيط وعندي لها كمان وحدة تحكم كهربي اللمبة دي بتعمل لي إيه؟ أول ما الخط بيتقطع هو عبارة عن طرف سالب وطرف موجب والخط بيمر في النص أول ما الخط بيتقطع الطرف السالب بيلحم مع الطرف الموجب وبالتالي بيقفل دايرة كهربية ويوقف المكناة دي أهم حاجة عندي إن المكناة إيه؟ تقف بس لازم كمان حاجة ترشد العامل عن مكان العيب يعني من اللي هيقول للعامل إن الفاتلة دي اللي تقطعت يبقى لازم لمبة اللمبة دي لمبة إرشادية بتقيد وتطفي بتقيد إمتى؟ بتقيد أثناء انقطاع الخيط يبقى أول ما الخط بيتقطع اللمبة تبدأ تضيق علشان خاطر ترشد العامل عن مكان قطع الخيط يبقى احنا خدنا كده جهاز سحب وتنظيم شد الخيط بتكون من أول حاجة عندي قلت البقرة الدائرية وخدنا كمان الصياد وده من أجزاء المهمة جدا اللي هو وظفته امتصاص الخيط الزايد وخدنا اللمبة الإرشادية طيب نكمل بعض بقية الجهاز بقية الجهاز عندي هو دليل الحساس للخيط المتحرك هو عبارة عن سكنتين السكنتين دول إحدى هما سابتة والأخرى متحركة بتضبط حسب تخانة الخيط ليه حسب تخانة الخيط؟ علشان خاطر تمنع مرور تمنع مرور إيه؟ أي عقد أو عيوب في الغزل يبقى هي عبارة عن سكنتين الدليل ده عبارة عن سكنتين إحدى هما سابتة والأخرى متحركة بتضبط حسب تخانة الخيط تضبط حسب تخانة الخيط ليه؟ لمنع مرور العقد وعيوب الغزل يعني لو انا عندي اي خيط في عقدة او اي خيط في عيب غزل حتة خينة حتة رفيعة بتمنعها منها تعدي لان طبعا لو حاجة زي دي عدت هتعمل لعيوب في القمش طيب نكمل مع بعض بقيت اجزاء الجهاز وهلاقي منظم شد الخيط منظم شد الخيط ده عبارة عن ايه؟ طبقتين من المعدن وبه سقب لمرور الخيط وبيضغط على احدهما ياي او سست تاني منظم شد الخيط بيتكون من طبقتين من المعدن وبه سقب لمرور الخيط ويضغط على احدهما ياي او سست طيب وظفته ايه ده؟ هيعمل لي ايه؟ وظفته هي التحكم في ايه؟ في الشد الواقع على الخيط التحكم في الضغط الواقع على الخيط او الشد الواقع على الخيط ولازم يكون متصل احنا اتفقنا بجهاز الايقاف اوتوماتيكيا عند انقطاع الخيط متصل بجهاز ايقاف اوتوماتيكيا عند انقطاع الخيط يبقى احنا بدأنا نقف هنا كده دقيقة ونسترجع اللي احنا خدناه بسرعة احنا بدأنا اول حاجة قلنا ماكينة التريكو المستطيلة الاوتوماتيكية النصف جقر قلت الماكينة دي هي احدى ماكينات تريكو اللحمة وقلت كمان ان تريكو اللحمة معناها ان مغزي واحد هو اللي بيغزي كل الابر قلت ان الماكينة دي بتشتغل اوتوماتيك وعلشان كده هلاقي فيه اجزاء فيها كلها بتتحرك اوتوماتيك قلتت بعد كده كملت وقلت الجوج الجوج بتاعنا هو عدد الابر في الوحدة القياسية اللي قلنا ان هي البوسة قلنا ان بتتروح من 8 الى 16 وقلنا الفرق ما بين 8 الى 16 ان انا عندي كل ما بتزيد نمرة الماكينة كل ما بيقل سمك الابرة وبالتالي الخط اللي انا بستخدمه بيبقى سمكه اقل وبدأنا بالاجزاء قلنا اهم جزء عندي هو اول جزء قضيب الابر الامامي اللي قلنا ان هو قضيب مستطيل بيمتد بعرض الماكينة ومقسم الى فتحات او مجاري لوضع الابر وقلنا ان فيه مسترة في المنتصف لتثبيت الابر وقلنا ان هو بيصنع من الحديد الصلب ووظفته يحمل الابر قلنا كمان قضيب الابر الخلف يشبي قضيب الابر تماما من حيث الشكل والتكوين يعني شكله مستطيل وبيصنع برضه من الحديد وبيحمل برضه الابر لكن به يد اسمها يد العريجة خدنا الابر وقلنا الابر المستخدمة عندي هي الابرة ذاتة اللسان اللسان اللي بتتكون من خطاف ولسان وساق وكعب وقلنا ان هي نوعين كعب طويل وكعب قصير دخلنا بعد كده على منظم شد الخيط وقلنا ان ليه مكونات من اهم المكونات والبقرة الدائرية اللي بتحكم لي في حركة الصياد والصياد وده من الاجزاء المهمة جدا في الجهاز اللي هو عبارة عن سلك مارين حر الحركة وظيفته امتصاص الخيط الزايد لعمل براس النظيف وخدنا كمان من مكونات اللمبة الارشادية اللي بتضيء لترشد العامل عن مكان قطع الخيط خدنا وحدة الشدد اللي هي عبارة عن الطبقين من المعدن اللي بيمر بينهم الخيط وبيضغط على احدهما ياي او سستا دي كده الاجزاء اللي احنا وصلنا بها لغاية دلوقتي وهنكمل مع بعض باية اجزاء المكان نكمل مع بعض عندي قضيبي تحريك العربة ايه قضيبي تحريك العربة دول من اسمه كده من الاسم هو عبارة اكيد عن قضيب وبيستخدم اكيد في تحريك العرب ده الاسم هو اللي بيقول كده طب نشوف بقى كده تعريفه هو ايه هما قضيبي من الحديد هما قضيبي قضيبي دي معنى كلمة ايه قضيبي يعني قضيبين واحد امامي والتاني خلفي ما قالش هو قضيب هو قضيب دي يبقى واحد لكن هما قضيبي يبقى معنى كده ان هما ايه اتنين واحد امامي واحد خلفي من الحديد السلب احدهما من اسفل قضيب الابر الامامي والاخر اسفل قضيب الابر الخلفي يبقى فعلا واحد هيمر عليه عند قضيب الابر الامامي والتاني عند قضيب القبر الخلف اهم حاجة ان هما مصنوعين منين مصنوعين من الحديد عندي رقم سبعة لوحة الكامات اه لوحة الكامات دي بقى محتاجة شغلانا لازم نركز فيها كويس جدا ليه لان انا عندي في مكان المعدات مش هيجي يقول لي رسمي لكن سهلة اوي ان هو يجيب لي رسمة ويقول لي الجزء ده عبارة عن ايه او حط الاجزاء واحد كذا اتنين كذا تلاثة كذا او قولي لي وظيفة الجزء الاولاني ايه قولي لي وظيفة الجزء التاني ايه يبقى انا لازم في الرسمات التوضحية اللي موجودة عندنا في الكتاب وعندنا في الورش نشوف الاجزاء دي بيعنينا كويس جدا علشان على اساسها ممكن يجي لي سؤال مهم في الامتحان من اهم الاجزاء عندي دي هي لوحة الكامات لوحة الكامات اللي بتتكون من مجموعة من الكامات نبص كده نشوف ايه هي ده شكل لوحة الكمات بتاعتي عبارة عن كمات هبوط وكمات صعود وعندي اللي فوق كمات الصعود دي هي كامة الصرة واللي ما بين كمات الهبوط هي الكامة الحرسة يبقى انا كده قلت كم نوع من الكمات انا قلت كمات صعود وقلت كمات هبوط وقلت في عندي عند الصعود من فوق الجزء اللي من فوق ده كامت سرة وما بين كمتين الهبوط أو العيارات قلت عندي كامة حرصة يبقى أنا قلت أربع أنواع من الكامات أربع أنواع من الكامات يبقى الشكل اللي قدامي ده هو لوحة الكامات لماكينة التريكو المستطيلة الأوتوماتيكية النصف جاكور طيب هو اللي احنا شفناه ده أو اللي قدامنا ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ناحية وحدة يعني إيه ناحية وحدة؟ مش أنا عندي قضيب إبر أمامي وقضيب إبر خلفي والعربة بتتحرك على القضيبين يبقى طبيعي بدام عندي إبر في الواجه الأمامي وإبر في الواجه الخلفي يبقى أنا محتاجة مجموعة من الكامات في الواجه الأمامي ومجموعة من الكامات في الواجه الخلفي يبقى الرسمة التوضيحية اللي احنا شفناها دي كانت رسمة لأحد قضيباي الإبر تمام احنا قلنا عندنا كم نوع نركز قوي لان الجزء ده مهم جدا ودايما بيجي لي فيه أسئلة في الامتحان لان فيها شرح كتير يبقى انا عندي أربع أنواع من الكمات قلنا كمات صعود كمات هبوط وكمات سرة وكمة حرسة كل كمات من دول ليها عدد وليها وظيفة يبقى احنا لازم نبقى عارفين كل نوع منهم بيعمل لي ايه نبدأ اول نوع عندنا بيكمات الصعود ادي اول نوع عندي هو كمات الصعود اسمها كمات الصعود يبقى بتعمل لي ايه ايوة يبقى اكيد وظيفتها هي رفع الإبر طيب هم كم كامة ما هو دي برضو الأسئلة اللي بتجي لي في صحه وغلط يبقى اول حاجة يطلق عليها الكامات الرافعة وعددها أربع كامات اتنين بالواجه الأمامي واتنين بالواجه الخلفي يبقى هم كم كامة أربع كامات اتنين بالواجه الأمامي واتنين بالواجه الخلفي تمام نكمل هي عبارة عن ايه هي عبارة عن جزء معدني مصنوعة من الحديد ومتصل بأزرع خارجية هو عبارة عن جزء معدني الجزء ده مصنوع منين من الحديد الصلب ومتصل بأزرع خارجية وظفتها هي ايه؟ صعود الإبر لأعلى ما احنا اتفقنا ان هي اسمها كامات صعود وقلنا ان كامات دي هي المسؤولة عن الإبر يبقى اكيد وظفتها هي صعود الإبر لأعلى يبقى كامات الصعود وظفتها صعود الإبر لأعلى عبارة عن أربع كامات اتنين في الواجه الأمامي ليه اتنين في الواجه الأمامي عشان يرفعوا لي إبر الواجه الأمامي واتنين كمان في الواجه الخلفي عشان يرفعوا لي إبر الواجه الخلفي يبقى عددها اربعة اتنين في الواجه الامامي واتنين في الواجه الخلفي ووظفتها صعود الابر الاعلى لأ نقف بقى دقيقة كمان ده بيقولي لها تلت حرقات ايه تلت حرقات دول شو احنا اتفقنا يا شباب ان احنا عندنا نوعين من الابر ابر كعب طويل وابر كعب قصير طب انا هستفيد منها ازاي استفدت منها بقى لما احنا عملنا حرقات لكمات الصعود ايه يا حرقات لكمات الصعود انا عندي تلت حرقات تشغيل نصف تشغيل وعدم تشغيل تشغيل نصف تشغيل وعدم تشغيل يعني ايه كلمة تشغيل ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده اول وضع عندي اللي هو وضع التشغيل وفيه يتم تشغيل جميع الابر بنوعيها لان انا عندي ابر كعب طويل وابر كعب قصير يبقى معنى كلمة تشغيل معناها ايه ان انا هشغل الابر الكعب الطويل وابر الكعب القصير تمام طب الوضع التاني وضع نصف تشغيل طب النصف تشغيل ده بقى ايه اللي بيحصل فيه ويتم فيه تشغيل ابر الكعب الطويل فقط تصريف يبقى ابر الكعب الطويل بس هي اللي هتشتغل تصريف طيب امال ابر الكعب القصير هتعمل ايه هتعمل غرز الولت يبقى دلوقتي انا عندي ابر الكعب الطويل بس هي اللي هتشتغل تصريف طب وابر الكعب القصير لا مش هتشتغل هتعمل حاجة اسمها الولت الولت دي اللي هي الغرزة اللي بتبدأ فيها الابرة تاخد الخيط ولكن ما تصرفوش طيب ده بالنسبة لموضوع وضع نصف تشغيل طب وضع عدم تشغيل بقى وفيه لا يتم تشغيل نوعي الابر لعمل الولت الكامل ايه الولت الكامل ده بقى يبقى انا هعمل هنا غرزة عائمة او غرزة ولت على ابر الكعب الطويل وابر الكعب القصير طب يعني ايه غرزة الولت او الغرزة العائمة معناها ان الابرة بتطلع لمستوى سمح لها انها طلقت خيط وما تصرفش يبقى انا عندي كامات الصعود قولنا ان احنا عندنا اربع كامات اتنين في الواجه الامامي واثنين في الواجه الخلفي ووظفتها صعود الايبر لاعلى وقولنا ان ليها تلات اوضاع ايه هما التلات اوضاع تشغيل ونصف تشغيل وعدم تشغيل طيب النوع التاني هي كامت السرة كامت السرة كامت السرة دي بيطلق عليها اسم ايه كامت الوسط كامت الوسط وهي الخاصة بتكملة مشوار الابر الاعلى يعني هي اللي بتساعد الابرة في انها تكمل صعودها الى اعلى طيب ده كمان ليها حركات او اوضاع ليها سلس حركات او سلاسة اوضاع زي كامات الصعود تماثل كامات الصعود ووظفتها عمل الغرزة المعلقة يبقى كامة السرة وظفتها هي عمل الغرزة المعلقة طيب يعني ايه غرزة معلقة غرزة معلقة معناها ان الابرة بتطلع تاخد الخيط وما تصرفوش تحملوا مرة سطر اثنين تلاتة اربعة وبعد كده تصرفو كل مرة واحد طيب والغرزة العيمة الابرة ما بتطلعش فطبيعا ان الخط بيمر في خط مستقيم يبقى ايه هي بقى اوضاعها اواليها برضو تلات اوضاع زي كامات الصعود ايه هم التلات اوضاع بتوعي تشغيل ونص تشغيل وعدم تشغيل معنى كلمة تشغيل معناها ان الابر الطويلة بس هي اللي تشتغل او ابر الكعب الطويل بس هي اللي تشتغل والقصيارة مش هتشتغل طيب ونص تشغيل معناها ان الابر التشغيل الكامل كل الابر هتشتغل النص تشغيل الطويلة بس هي اللي هتشتغل طيب وعدم تشغيل لا طويل ولا قصير هيشتغل طيب ادي كامات الهبوط بتصنع من الحديد الصلب ومتصلة بأزرع خارجية للتحكم في طول الغرزة ده كده كامات الهبوط بتاعت بيقولي كمان يوجد عندي علاقة بين نمرت الخيط والعيار علاقة بين نمرت الخيط والعيار يبقى انا لما اجي ازبط درجة العيار بتاعتي لازم تكون متنسبة مع نمرت الخيط حيث انه كلما زاد صمخ الخيط كلما زاد العيار كلما زاد صمخ الخيط كلما زاد العيار لانتاج اقمشة زادة مواصفات فنية وفي بعض الاحوال بنزود بكامة سلسية ليه كامة سلسية لعمل الغرز معلقة على ابر الكعب الطويل وابر الكعب القصير اخر نوع عندي هو كامة الهلال اللي هم عددها كمتين كامة الهلال بيطلق عليها اسم الكامة الحرسة وعددها اتنين كامة واحدة بالواجه الامامي والاخرى بالواجه الخلف طيب يا كامة الهلال دي وظفتها ايه او بتعمل لي ايه او الغرض منها ايه هي تحديد نهاية اخر مشوار للابر وتصنع مع كامة السرة المجرى الخاص بكعوب الابر او يعني هي اللي بتفضل حرسال الابر لغاية ما توصل لأقصى مشوار وبعد كده تقول لها استني اوقفي بقى انت كده وصرت لغاية اخر مشوار وصرت لنهايتك ابدائي في عملية الهبوط رقم 8 هي الطلومبا وقبل ما اخش في رقم 8 عايزين نسترجع تاني اللي احنا قلناه في لوحة الكمات لان دي مهمة جدا ياريت نركز فيها كويس انا عندي كامة كام نوع عندي اربع انواع اربع انواع كل النوع لازم تعرف العدد بتاحهم ايه والوظيفة ايه اول نوع عندي قلت كامات الصعود اللي هي اربع كامات اتنين بالواجه الامامي واثنين بالواجه الخلفي ووظفتها صعود الابر اللي اعلى الالتقاط الخيط وقلت ان ليها تلات حرقات تشغيل نص تشغيل وعدم تشغيل تشغيل اللي بيحصل فيه الابر اللي كلها بتشتغل سواء كانت ابر كعب طويل او ابر كعب قصير النص تشغيل الابر الطويلة بس هي اللي بتشتغل القصيرة ما بتشتغلش وبالتالي بتعملي غرزة الولت يعني الابرة ما بتطلعش اما عدم تشغيل يبقى بيحصل كده لا ابر لا طويل ولا قصير بتشتغل ده بالنسبة لكامات الصعود عندي بعد كده كامة الصر عددها كامتين واحدة في الواجه الامامي واحدة في الواجه الخلفي ووظفتها عمل الغرزة المعلقة يعني ايه معلقة يعني الابرة بتطلع لمستوى يسمح لها طلقت خيط وما تصرفوش بيتكوم عليها لمدة سطر اتنين تلاتة وبعد كده بتصرف كل مرة واحدة ده بالنسبة ليه كامة الصر وبرضو لها نفس التلات حركات زي كامة الصعود تشغيل نص تشغيل وعدم تشغيل طب خدنا كمان كامات الهبوط قلنا كامات الهبوط عددها اربع كامات اتنين في الواجه الامامي واتنين في الواجه الخلفي ووظفتها هبوط الابر وتحديد طول الغرسة وخدنا اخر حاجة عندي هي الكامة الحرسة وكامة الحرسة دي بيطلق عليها اسم كامة الهلال عددها اتنين واحدة في الواجه الامامي واحدة في الواجه الخلفي ووظفتها تحديد اقصى مشوار الصعود للابر يبقى احنا كده خلصنا جوز امهمي جدا هو جوز الكامات نبص بقى مع بعض الرقم تمانية عندي رقم تمانية هي الطولمبة ايه الطولمبة دي؟ الطولمبة دي بيطلق عليها اسم جهاز التقاط المغزيات يعني انا عندي في المصانع الطولمبة دي اسمها جهاز التقاط المغزيات نكملها مع بعض كده الطولمبة هي؟ هو جهاز مثبت باعلى العربة والغرض منه الغرض منه ايه؟ التقاط المغزي انا دلوقتي عندي موكلة مزودة بلون احمر واخدر واصفر وازر انا عايزة اللون الاحمر هعمل ايه؟ ببدأ اترك المغزي اللي لونه احمر وبياخد المغزي اللي انا عايزة تاني عايزة اللون الازرق يبقى انا سيب الاحمر واخد الازرق عايزة الاغضر يبقى انا سيب الازرق واخد الاغضر هارضو ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق جهاز التقاط المغزيات يبقى هي عبارة عن جزء بيبقى موجود اعلى العربة الغرض منه التقاط المغزي بالخيط المناسب وتعمل آليا ما احنا متفقين ان كل اجزاء المكنة بتشتغل اوتوماتيك او آليا بتشتغل اوتوماتيك او آليا عن طريق ايه؟ عن طريق جهاز الكارتون الجانبي يبقى الطلمبة هي جهاز مسبت اعلى العربة الغرض منه التقاط المغزي او اختيار المغزي بالخيط المناسب وتعمل آليا عن طريق الكارتون الجانبي نكمل مع بعض وعندي رقم 9 هي المغزيات المغزيات بتصنع من الحديد الصلب وبيختلف شكلها وحجمها حسب نوع المكينة وطرازها يعني ايه يعني لو انا عندي مكنة امريكاني ومكنة صيني مكنة سويسري مكنة فرنسي كل اي ان كان شكل المكنة المغزي واحد بيختلف شكله اه بيختلف حجمه اه لكن الغرض الاساسي منه واحد طبعا هو تغذية الابر بالخيط تمام يبقى الغرض منه هو تغذية الابر بالخيط لاتمام عملية تكوين الغرزة يبقى المغزي بيصنع من الحديد الصلب بيختلف شكله وحجمه حسب نوع المكينة ولكن الغرض الاساسي منه هو تغذية الابر بالخيط نكمل مع بعض ايه هي ضباطات المغزي دي ضباطات المغزي بيقول لي تضبط المغزيات بحيث لا تكون قريبة من الابر لما تبقى ريوة من الابر يحصل ايه وتحتك برؤوس الابر مما يؤدي الى تلفها اه يبقى دي اسمها ضباطات المغزي لما اجا شغل المكنة اجا اصبط المغزي لما باجا اعمل ضباطات المكين انا اعد المكنة للتشغيل بنعمل ايه في اعداد المكنة بنظف المكنة أراجع الإبر الإبر التلفة بغيرها أعمل عملية تشحم وتزديد للمكنة قبل التشغيل ألضم المكنة بالطريقة الصحيحة كل ده اسمه ضبطات لكن أنا عندي حاجة مهمة أو لازم أخذ بالي منها بضبطات المغز يضبط المغز بحيث لا يكون قريب من الإبر ما هو لو قريب جدا من الإبر يعني لو كان تحت ووصل للإبر الإبر هتيجي تطلع عشان تلقط خيط هتغبط فيه فهتتكسر لأن احنا عندنا أكتر جزء ممكن يتكسر في المكنة هو الإبر دايما هي الجزء اللي دايما نغيره بكسير جدا فعلشان كده لازم أحافظ عليه لأنها عبارة عن رقائق يبقى لو المغز ده كان قريب منها جدا أول ما سيجي الإبر هتطلع هتحتكي به فطبيعي أن الرأس هتتكسر طيب الكلام دوت لو كان بعيد يعني لو قلنا أن المغز بعيد إيه اللي هيحصل الإبرة مهما تطلع مش هتلقوا خيط يبقى هي يؤدي إلى تساقط الغرز وتساقط الأمش يبقى أنا لازم أطبطه في مسافة مناسبة ما يكونش قريب منها جدا فيؤدي إلى تكسرها ولا أنه يكون بعيد جدا فيؤدي إلى عدم التقاط الخيط يبقى تاني المغزي بيصنع من الحديد الصلب بيختلف شكل وحجمه حسب نوع المكينة أو حسب طراز المكينة الغرض الأساسي منه هو تغذية الإبر بالخيط وقلنا أنه لازم يكون لي دبطات ما يكونش قريب جدا من الإبر بحيث أنه ممكن يحتك برؤوسها فيؤدي إلى تكسرها ولا يكون بعيد جدا عن الإبر فيؤدي إلى تساقط الغرز يبقى دي هي دبطات المغزي يضبط المغزيات بحيث لا تكون قريبة من الإبر وتحتك برؤوسها مما يؤدي إلى تلف دي أول حاجة في الضبطات لا ده كمان لا يكونش مرتفعة أقصر من اللازم لأنها لو كانت مرتفعة أقصر من اللازم إلا هيحصل لا تتمكن الإبر من التقاط الخيط وبالتالي بتؤدي إلى تساقط الورس نكمل مع بعض عندي رقم عشرة هو جهاز سحب وطي القماش جهاز سحب وطي القماش ده موجود عندي فين بيبقى موجود أسفل المكينة أسفل المكينة هو عبارة عنين عبارة عن إيه الجهاز ده عبارة عن مجموعة من الدرفيل مجموعة من الدرفيل ممكن يطلق عليه اسم درفيل ممكن يطلق عليه اسم استوانة أيا كان اسمه عبارة عن مجموعة من الدرفيل أو الاستوانات استوانات إيه سحب متصلة ببعضها يبقى المجموعة دي متصلة ببعضها وزي ما احنا اتفعنا بيقى موجود أسفل المكينة بيتم سحب القماش في اتجاه رأسي يبقى هو اسمه جهاز سحب وطي القماش يبقى طبيعا ليه وظفتين هيسحب ويطوي هيسحب في اتجاه ايه في اتجاه رأسي يبقى انا عندي الجهاز ده الجهاز ده موجود اسفل المكينة اسمه جهاز سحب وطي اديه وظفتين انا قلت سحب وطي يبقى وظفته على طول حاجتين هيسحب ويطوي هيسحب في اتجاه ايه هيسحب في اتجاه رأسي وطبعا بعد كده يبدأ يطوي القماش موجود عندي فين لو جي قال لي صحه ولا غلط جهاز سحب وطي القماش موجود أعلى الماكينة لا طبعا هو مش أعلى الماكينة هو بيقى موجود أسفل الماكين يبقى جهاز سحب وطي عبارة عن مجموعة من الدرافيل أو الستونات وبعض الامتحانات ممكن يقول لي الكيلندرات التلاتة بمعنى واحد وظيفته هي سحب وطي القماش طيب نكمل مع بعض وناخد عمود حامل الضواغط طبعا أنا عندي الجهاز ده عشان يسحب لازم يكون عندي ضغط لازم يضغط عليه عشان يبدأ يعملي عملية إسحب وهذا العمود مركب أسفل استوانة الطي ومثبت عليه مجموعة من الضواغط أنا بركب على العمود ده مجموعة من الضواغط ليه؟ لحفظ التماس بين استوانة الطي والقماش لإيجاد الضغط عشان يبقى دايما في ضغط على القماش أثناء عملية الطي يبقى أنا لازم عندي مجموعة حامل الضواغط عندي رقم 11 هو جهاز العريجة نفتكر مع بعض كده إحنا لما جينا اتكلمنا عن قضيب الإبر الأمامي وقضيب الإبر الخلفي قلنا إن قضيب الإبر الأمامي قلنا إن هو قضيب مستوطيل بيمتد بعرض الماكينة وما جينا تكلمنا عن قديب الإبر الخلفي قولنا أنه هو يشبه قديب الإبر الأمامي إلا أنه أيها قولنا في حاجة مختلفة كده عنها إيه هي؟ أنه هو متصل بجهاز العريج تمام هو إيه جهاز العريجة ده؟ جهاز العريجة عبارة عن ترس نصفه مسنن متصل بقديب الإبر الخلفي بيعمل إيه في قديب الإبر الخلفي؟ بيحرك سنة أو سنتين لعمل غرزة الزجزاج طب هيتحرك عن طريق إيه؟ احنا اتفقنا ان الاجزاء المتحركة كلها هيتم تحركها عن طريق جهاز القرطون الجانبي يبقى جهاز العريجة مسبت بقضيب الابر الخلفي وبيتم تحركه سنة او سنتين لعمل ايوة لعمل غرزة الزجزاج نبصت كده مع بعض يبقى جهاز العريجة هو عبارة عن جهاز متحرك بواسطة القرطون الجانبي لعمل ايه لعمل الزجزاج وهو عبارة عن ترس نصف مسنن عبارة عن ترس نصف مسنن ومتصل بقضيب الابر الخلفي يبقى جهاز العريجة هو عبارة عن جهاز متحرك بواسطة القرطون الجانبي لعمل الزجزاج وهو عبارة عن ترس نصف مسنن ومتصل بقضيب الابر الخلفي نكمل مع بعض عندي جهاز العربة احنا عمليين نقول العربة واللي بيحمل العربة واللي شغال فلازم نبقى عارفين طب هننحق نكمل بسرعة عشان وقتنا قرب يخلص هناخد جهاز العربة جهاز العربة ده بيأخذ حركته من المحرك الكهربي يبقى بيتحرك يمينا ويسارا عن طريق المحرك الكهربي بواسطة سيور وطارات من الجلد على شكل حرف V العربة ده جزء مهم جدا لانه هو اللي بيتحرك وبيحمل بالاجزاء بتاعتي يعني هو اللي فيه الكامات اللي انا قلت ان هي بتطلع الابر وتنزلها قلت ان فيه الكامات اللي بتعمل هبوط الابرة قلت ان فيه الكامات اللي بتحدد لطول الغرزة قلت ان فيه الكامات اللي بتعمل الغرزة المعلقة يبقى معنى كان هو جزء مهم جدا جزء العربة ده بيتحرك كمان حامل المغزيات يعني فيه جهاز طولنبة اللي بيبقى فيه المغزي اللي انا مخترى يبقى معنى كده ان هو جهاز مهم بيتحرك يمينا ويسارا عن طريق مين تمام عن طريق المحرك القهربي وكمان متصل بمجموعة من السيور والطلاط اللي على شكل حرف V نكمل مع بعض الحساسات احنا اتفقنا ان المكانة دي اوتوماتيك وقلت ان انا عندي جهاز سحب وتنظيم شد الخيط بيبقى فيه لمبة لمبة ارشادية اللي انا قلت ان هي بتوقف المكانة وترشد العامل ان فيه خيط تقطع طب مين بقى اللمبة دي هتبقى متصلة بايه ايه 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 متصلة بالحساسات يبقى انا عندي مجموعة من الحساسات بتعمل بالماكينة ويهه الوظفتها هي اقافها اوتوماتيكيا طب تفتكروا ايه مجموعة الحساسات اللي تبقى موجودة عندي نشوفها كده مع بعض اول واحد عندي هو حساس الخيوط اللي هو موجودة عندي في منظم الشد عندي كمان حساس للقماش رقم ثلاثة عندي حساس للقبر ليه حساس للقبر فلنفرض واحنا شغالين الخطافة تقصر اللسانة تقصر الساكت عوج مني الكعب تقصر يبقى طبيعي حصل عيب لو انا ما اخد ناش بالنا والمكانة وقفت وارشادة العامل ان فيه قبرة مكسورة الطبيعي ان المكانة هتبدل شغالة وهتطلع لقماش به عيوب يبقى كان لازم يبقى موجودة عندي الحساس ده اللي هو وحدة تحكم كهرابي او وحدة ايقاف كهربائية بتستخدم لإيقاف المكينة عند كسر او حصول اطل فين في الابر ده مش الابرة بس ده احنا التفنى كمان فيه الخيط فيه القماش فيه الاستوانة السحب والطي كمان لو العريجة عندي حرقتها اكتر من المعدل الطبيعي هلاقيه برضو هيوقف لي المكانة يبقى انا عندي اول نوع من الحساس قلنا حساس الخيوط بمنظم الشدد قلنا رقم اثنين حساس القماش رقم تلاتة حساس الابر ورقم اربعة حساس استوانة الطي وقلنا ان احنا عندنا كمان عند تحريك العريجة اكبر من معدلها بيتم ايقافها اوتوماتيكي يبقى احنا كده خدنا كم نوع من انواع الحساسات اربع انواع حساس الخيط حساس القماش حساس الابر وحساس الاستوانة السحب والطي وكمان ممكن نزوده ان لو العريجة اشتغلت اكتر من معدلها يبدأ يعمل لعملية ايقاف طيب عندي المحرك الكهربي احنا قلنا ان الماكينة دي بتتحرك اوتوماتيك يعني تحرك كهرباء تحرك عن طريق ايه المحرك الكهربي او المطور الكهربي اللي هو الخاص بتحويل الطاقة الكهربية الى طاقة حرقية لتحريك اجزاء الماكينة ويه عندنا اخر جزء عندي هو القرطون الجانبي القرطون الجانبي ده قلنا ان هو المسؤول عن الحركات الاساسية للماكينة المسؤول عن الحركات الاساسية للماكينة زي المغزيات الكمات وغيرها وهو يتكون من كارتون بلاستيك جانبي لتشغيل العريجة ومسؤول عن سرعات المكينة وعندي كمان كارتون حديد مسؤول عن حرقة المغزيات وليها تأسيمة ايه هي التأسيمة بتاعتنا اللي هيها تكون اخر حاجة نشوفها النهاردة القسم الاول لفصل وتشغيل المغزيات طيب والقسم من 2 ل7 خاص بتشغيل 6 مغزيات من 8 ل9 خاص بكمات الصعود الامامية ومن 10 ل11 خاص بكمات الصعود الخلفية نكمل مع بعض اخر حاجة رقم 12 خاص بتشغيل كامات الهبوط الامامية ورقم 13 خاص بكمات الهبوط الخلفية ورقم 14 بعدد دورات او طول تكرار بتاعي او عدد دورات التكرار يبقى احنا كده خدنا نهاردة ماكينة التريق المستطيلة الاوتوماتيكية النصف جقر وعرفنا ان فيها جزء مهم جدا ان هو جزء الابر ان عندي بقى فيها ابر كعب طويل وابر كعب قصير وبالتالي عملي تأسيرات نسجية كمان عن طريقها انا ممكن اعمل تأسيرات لونية اتكلمنا عنها وقلنا ان هي احدى ماكينات تريكو اللحمة المستطيلة وقلنا انها بتعمل اوتوماتيكية وخدنا الاجزاء اهم حاجة واحنا بنذاكر انا عايزة كل جزء يتذاكر كويس يتعرف هو مصنوع من ايه وشكله ايه والغرض منه ايه خدنا قضيب الابر الامامي وقضيب الابر الخلفي وعرفنا ان الفرق ما بينهم هو وجود العريجة بقضيب الابر الخلفي خدنا الابر وقلنا انها بتتكون من خطاف وليسان وصاق وكعب خدت الكمات وقلت لوحة الكمات دي لوحة مهمة جدا لانها بها مجموعة من الكمات وعن طريقها انا ممكن اعمل غرز المعلقة وغرز العيمة عن طريق التحكم في حركة الابر هتحكم في حركة الابر ازاي؟ انا ضفت مجموعة من الحركات او الاوضاع لكمات الصعود وكمات الصرة عدد كمات الصعود اربعة عدد كمات الهبوط اربعة الصرة اتنين والحرسة اتنين وناخد بالنا انه بيبقى فيه جزء في قضيب الابر الامامي وجزء فيه الخلفي عشان تشغيل الابر الامامي وتشغيل الابر الخلفي خدنا كمان جهاز سحب وتنظيم شد الخيط اللي هو المسؤول عن سحب وتنظيم شد الخيط خدنا جهاز السحب والطي اللي هو وظيفته سحب وطي الاميش خدنا كمان عندي الحساسات وورد انا عندي مجموعة من الحساسات للاقاف مسؤولة عن الخيط الاميش وبكده نبقى خلصنا كل الاجزاء بتاعة الماكنة المستطيلة الوتوماتيكية النصف جكر وان شاء الله اشوفكم في حلقات جاية بإذن الله نكمل مع بعض المنهج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته